عايز تنجح في دراستك وتتفوق زي ناس كتير قبلك عملوا نفس الحكاية الخطوات دي خلاصة ناس مروا عليها قبلك ونفزوها كويس قوي ووصلوا لنجاحهم يعني لو فيهمتها كويس قوي ومشيت عليها صح اتطمن هتوصل لللي انت عايزه بكل سهولة رقم واحد حدد هدفك النهائي انت عايز ايه بالزبط؟ عايز نجاح بس؟ عايز تفوق؟ عايز تعمل حاجة جديدة محدش عملها؟ تمام حدد الهدف اللي انت عايزه وقول لنفسك انا عايز اعمل كذا بكل وضوح تمام يبقى اول حاجة حدد هدفك النهائي اللي انت عايز توصله اخر حاجة تاني حاجة قسم هدفك بمعنى بعد ما تحدد الهدف الكبير بتاعك ابدأ حط لنفسك اهداف صغيرة توصلك للهدف الكبير بتاعك ده زي مثلا هدفك تخلص الوحدة او الدرس الفلاني بعد مدة معينة وتحل عليه امتحانات وتجيب فيها درجة كويسة او هدفك تجيب درجة كويسة في الدرس بتاعك ده معين مع مدرس ايا كان شكل الهدف الصغير ده ايه ولكن لازم تختار الاهداف الصغيرة دي عشان تحس انك طول الرحلة عمالت حقق في اهداف لحد ما توصل للهدف النهائي اللي انت عايزه تالت حاجة كافئ نفسك بعد تحقيق اي هدف من الاهداف الصغيرة اللي انت عملتها لازم تعمل لنفسك مكافئة اشتري مثلا اه شوكولاتة اتفرج على حاجة بتحبها اخر خروجة صغيرة يعني حسس نفسك انك عملت انجاز وتكافئت عليه رابح حاجة الهمة العالية اه طبيعة الانسان انه مش بيحب يتعب نفسه او يكبرها على حاجة بتكرهها ولكن لازم تكبرها على تحمل المسئولية دي وده قرار لازم تاخده من جواك وتصر عليه قوي ولو فشلت مرة حاول مليون مرة قول لنفسك الناس كلها بتكتهد وبتتعب من اجل النجاح والتفوق النوم والكسل والخمول ده للناس التعبانة والناس المريضة كل لما تلاقي نفسك ضعفت وتعبت شد نفسك وافتكر انك مش تعبان ولا مريض شاعر احمد شوقي قال الطير يطير بجناحيه والمرء يطير بهمته كل لما تيجي تنام وتيأس وتزهق وتتعب افتكر انك بدأت الرحلة وانت القائد بتاعها وما ينفعش القائد يتعب ابدا خمس حاجة جو المذاكرة لازم تخلي النفسك جوي يليق بالرحلة اللي انت بدأتها دي لو انت طبيعة المكان اللي انت عايش فيه غير مهيئ تماما للمذاكرة بسبب الاصوات العالية اللي حواليك والكلام ده بسيطة جدا انت ممكن تغير الوقت كله بتاع المذاكرة يعني ممكن تصحى بعد الفجر والناس كلها نايمة وتبدأ تذاكر وانت قاعد لوحدك ما فيش اي حد حواليك والجو ده بيبقى صحي جدا والدنيا فيه بتبقى هدوء جدا فمهم جدا انك تدور على وقت معين تكون الدنيا فيه هدية جدا وتبدأ تذاكر فيه يبقى هو ده جو المذاكرة المناسب عشان تقدر تذاكر وتستوعب كويس سادس حاجة نظم وقت مذاكرتك والمقصود به انك عارف مثلا انك هتذاكر النهاردة سبع ساعات لازم تبقى محدد وقت البداية ووقت النهاية وتبقى حاسب كمان الراحلة تريحها خلال الوقت ده كله بقى تقعد على الكتاب اكتر من ساعة متواصلة لازم تذاكر خمسين دقيقة مثلا وتريح عشر دقيق او ربع ساعة عشان زهنك يقدر يستوعب معلومات جديدة بسرعة بدون مشقة سابح حاجة اخفي تليفونك اثناء المذاكرة اثناء وقت المذاكرة اللي انت حددته انسى تليفونه خالص وبلاش تحسب حتى الوقت بتاع المذاكرة بالتليفون لا اخلي جنبك ساعة او منبه او اي حاجة تاني بس ارجوك ابعد التليفون عنه خالص خلال فترة المذاكرة دي والربع ساعة اللي انت بتريحها بلاش تقعدها على التليفون اعمل فيها اي حاجة تاني اخرب اشرب حاجة اعمل فيها اي حاجة تاني ولكن اثناء وقت المذاكرة ما تجيش جنب الموبايل خالص تمانية اضطر فيها وده معناه انه لازم تخلي وقت معين في يومك حتى لو قليل جدا بس تخلي الوقت ده تنبسط فيه يعني تعمل الحاجة اللي انت بتستريح لها قوي تتفرج على حاجة على التليفزيون اعمل فيها كل حاجة انت كنت حارم نفسك فيها اثناء فترة المذاكرة اي حاجة انت بتحبها اثناء فترة المذاكرة وما عملتهاش اعملها في الوقت اللي انت هتعمله النفسك ده الخطوات دي لو انت قدرت تستمر عليها كويس قوي اقدر اقولك انك ان شاء الله هتقدر تحقق هدفك بكل سهولة بس افهم الخطوات دي كويس وحتى لو عايز تكتبها في ورقة اكتبها في ورقة وامشى عليها خطوة خطوة يبقى اقولك الخطوات تاني كلها بسرعة اول حاجة حدد هدفك النهائي تاني حاجة قسم هدفك تالت حاجة كافئ نفسك رابع حاجة الهمة العالية خامس حاجة جول مذاكرة سادس حاجة نظم وقت مذاكرتك سابع حاجة اخفي تليفونك اثناء مذاكرة تامن حاجة الترفيه التمن خطوات دول لو انت مشيت عليهم كويس جدا ان شاء الله باذن الله مفيش اي حاجة هتمنع انك تحقق الهدف بتاعك اشتركوا في القناة